التطور ليس علما نكمل مع بعض النهاردة السلسلة اللي بنرد على التطور فيه دقائق و تكوين جين في الطبيعة عرفنا ان البروتين لا يتكون في الطبيعة بدون خالق مصمم زكي يصنعوا و يخلقوا و ايضا بالاحتمالات غير مقبول ماذا عن الجين نفس الامر اللي قلناه ايضا يقطع عليه الجين الجين اللي هو قدام حضراتكم هو الوحدة اللي من الDNA او الRNA اللي بيدي صفة معينة سواء تنظيمي او تعبيري بيعبر عن صفة راسية وليه القدر على التعبير بانتاج بروتين كأنزيم او غيره من المواد الحيوية يتكون من اربع حروف من تسمى نيوكليتي داتا من اتنين اساسيين البيورين اللي هو ادنين وجوانين والبريميدين اللي هو السيتوزين والثايمين طبعا اي جين لا يجب ان يكون فيه خطأ واحد في الترتيب الا لما تمكن من انتاج البروتين اي يفشل او يكون بروتين خطأ قاتل المهم علشان يتكون الجينات بدون اله خالق بالطبيعة بالطبيعة الغير منظمة الغير هدفة الغير عقلة الغير زكية لم يستطع احد من العلماء حتى الان وحتى رافض الخلق ومؤيد تطور ان يثبت هذا العمر فيوجد عواقب كثيرة تقف امام اي حد حتى يفكر او يخمن انه ممكن الطبيعة تنتج هذه القواعد على سبيل المثال الفوسفات الفوسفات الاساسي فيه تركيب شريط النووي يترسب بالكالسيوم بس الكالسيوم ايضا مهم للمواد العدوية ففيه كالسيوم مش هيتكون قواعد نووية ولا شريط نووي ما فيش كالسيوم مش هيتكون مواد عدوية دي ما عنديش غير اختيارين ده الوحده كافي ايضا بالقضاء على ادعاة تكوين جين في الطبيعة ايضا بعض التجارب قاموا بيها في سنة 1961 زي تجربة اورو مثلا بتسخين محلول سيانيد الامونيو في مية بها امونيا لعدة ايام وانتجوا احد قواعد البيورين اللي هو الادينين بس التجربة دي كانت تختلف عن ظروف الطبيعة ايضا عرفنا مشكلة الاوزون والامونيا ومشكلة الاكسجين ايضا التجربة دي كانت احتاجت محفز سالب واحتاجت ضغط منخفض وغيرها وما انتجتش بس ادينين لكن انتجت ادينين نسبة واحد ونص في 98 ونص مواد اخرى مختلفة من البوليميرات السامة واحتاجوا طرد مركزي بعدها عشان يفصلوا غيرها من هذه الامور والعزل بالكروماتوجرافي او الليكوت كروماتوجرافي المعقد وكانت هذه التجربة منتجة للحرارة يعني اكسوسيرمك وغيرها من هذه الامور يعني علشان نتماشى مع ادعاء انه ممكن يتكون جين واحد بسيط في الطبيعة او مش الجين حتى القواعد المطلوبة لتكوين جين لازم اتماشى مع هذه الامور المخلفة للطبيعة محتاج ان انا اقامن ان شيء خالق للطبيعة جعل السيانيين تركيزه وعالي في المياه رغم انه يفضل الحالة الغازية وشيء خالق للطبيعة قلل الضغط عكس الادلة اللي موجودة وشيء خالق للطبيعة حل مشكلة الاكسجين اللي اتكلم عنها قبل كده وشيء خالق للطبيعة فصلهم عن بقية المواد السامة اللي اتكونت وشيء خالق للطبيعة حل مشكلة الغليان والتجميد قاعدتين محتاجين تجميد في تكوينهم قاعدتين محتاجين غليان وشيء خارق للطبيعة حل مشكلة الكالسيم مع الفسفور وشيء خارق للطبيعة كون المحفز القاعدي وعلشان برضو يطلبته مع بعض حقع في نفسه مشكلة المية اللي اتكلمت عنها المرة اللي فاتت في اتحاد الأحماض الأمنية عشان تكون بروتين ده يوضح أنه غير محتمل لا يحدث في الطبيعة لأنه ضد الطبيعة بل أقدر أقول عليه سوبر ناتشلل واحتماليته صفر أيضا تكونهم وترابطهم في سلسلة تفاعلات دقيقة أي خطأ بسيط لا يكونهم ولا تتكون المكونات المطلوبة إيه الوسيلة اللي هتخليهم ترتبوا بهذه الطريقة المنتظمة المفهومة في حروف كراءة يعني حصلت صدفة نتماشى جدلا سوبر ناتشلل حصل وكون هذه القواعد الأحماض أو النيوكليتيدات حتتنظم إزاي في شكل حروف مطلوبة في شريط نوي عشان تكون لي جين مفهوم وإيه كإيمان اللي حيخليها تقف ما تستمرش في وضع حروف أخرى مخالفة اللي بيحتاج أو اللي بيعمل ده في الخلية هو إنزيمات معقدة لكن الإنزيمات مش موجودة في الطبيعة عشان كده أحد العلماء المهمين في هذا المجال وهو دكتور تشارلس كارتر قد أعلن حديثا في مؤتمر أنه غير محتمل أن تتكون RNA في الطبيعة وعشان كده يعتبر ده مشكلة لأسامشن أو فرضية أنه الحياة بدأت في الطبيعة بدون شريط نوي يكون كل ادعاء تكوين الحياة بدون إله خالق من شور بعضوية ده خطأ يعني العلم أثبت الاحتياج إلى وجود إله خالق علشان تبدأ الحياة الموضوع ده تكلمت عليه باختصار شديد في دقائق قدام حضراتكم لإثبات أن التطور ليس علما اللي عايز تفاصيل هذا الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء بالتفصيل يقدر يرجع للينكات اللي قدام حضراتكم